أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب أوتوبيس طريق الجلال العين السخنة إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبية بعد الدفع ب28 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فيما يجري متابعة تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان الذي وصل إلى المجمع الطبي بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان هذا وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار بأصدق التعازية لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم متمنيا الشفاء العجلة للمصابين مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العلي والبحث العلمي والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة في إجراءات نقل الطلاب المتوفين وتقديم الرعاية الطبية للمصابين